السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مرة أخرى معي مينا بن علي يوم بشوف معي التدبير الصغيرة للماكلة البيت ولا للماكلة الفاضلة لكي لا نرمش الماكلة ونضيعه نفضل لي قليلا كسكسي و قليلا مرجع الصحانة التي حطيتها للعالة لا تكملوا الكل كما تشوف معي بشوف نحرك كيف هكذا اسم الله الرحمن الرحيم وكي تبدأ خضرة نمعسها كيف هكذا مثلا هذا قرعة أحمر نمعسه بالمغارفة كيف هكذا وهذا يجزر نزيد نمعسه كيف هكذا وهذا يطرف قرعة قرعة أحمر نليم نضع الكسكسي في كسرونة غرقة قبل كسرونة غرقة قبل كسرونة غرقة ونضع كسرونة غرقة بسم الله الرحمن الرحيم يوجد كبه لديها مرق فضلين كبه حمص وفول نضع الكسكسي نضع الكسكسي نضع لهم مليح كما رأيته معي حركت الكسكسي بشوية المرغة حركت الكسكسي بشوية المرغة حطيت الكسكسي على النار وكل مرة نحركهم كيف هكذا نتوى عندي كاس حليب بسم الله الرحمن الرحيم نزيد عليهم كاس الحليب وعندي شوية ملح نحرك الكسكسي بمليه كما تشوفوا مايا بدت في مرحلة الغلايين نحرك مدة دقيقة واحدة ونطفي النعر نحرك الكسكسي بشوية المرغة سوف نضيف التقليل ونضيف الكسكسي في السحن شوية المرغة المهم الكسكسي ما خليتوش يطر ما زلتو كويس حليب وشوية ملح وجي مذاقو من ابن ما يكون وهذه النجمو نكلوها وجبة أمة غدوة للكبار وللصغار ان شاء الله تعجبكم تدبير اليوم وتنال رضاكم إلى اللقاء في تدبيره جديدة وفي وصفة جديدة عن قريب دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء